ايه رأيكم في الكنافة بتاعتي؟ الفيديو النهاردة احضر ليكم كنافة زمان لما اقول كنافة زمان يعني بدون اي اضافات للنكهات ولا للصصات زمان كنا بنعمل الكنافة بالكريمة او بالقشطة او سيدة ما كانش ليهم ربع من فترة كده حضرت معاكم على القناة فيديو لتلات انواع مختلفة من الكنافة اللي حابب يشوف الفيديو هسيب ليكم اللينك في صندوق الوصف النهاردة احضر ليكم الكنافة بالقشطة والكنافة سيدة من انجح والازل الوصفات للكنافة اللي ممكن تجربوه بعد الفيديو ده مش هتعتمدوا بالوصفة دي حرفيا نكحة وسهلة وبسيطة وحلوة جدا لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملولي لايك ولو انتوا لست جداد على قناتي انزلوا تحت الفيديو اشتركوا في قناتي وفعلوا جرس التنبيه اذا حابين يوصل ليكم اشعار بكل وصفات اللي بنزلها اول حاجة احضرها للكنافة شربات تقيل ويكون بارد احتاج للشربات كبايتين من السكر وكبايتين من المية اللي بيحب الكنافة تكون طرية هنحط على كبايتين السكر وكبايتين وربع من المية وعصير نصط ليمونة او ربع معلقة صغيرة من ملح اللمون وهرفع الكزرولة عندي على النار وهسبهم يغلوا مع بعض لمدة خمس دقيقة على نار عليه وبعد كده هوطي النار لمدة ربع ساعة تقريبا انا محتاجة شربات يكون تقيل ويكون بارد واخر حاجة خالص اني هزود مية ورد ممكن تحطوا عيدان قرفة ممكن تحطوا فانيليا اي نكهة انتوا حابين تدفوها للكنافة بتاعتكم انا بعد ما الشربات عندي فيلي اخر حاجة خالص حطيت الفانيليا ودلوقتي انا عندي نصف كيلو من الكنافة جبته وحطته في الفريزر قبلها بيوم انا محتاجة الكنافة بتاعتي تكون جامدة كده اول ما بتطلع من الفريزر على طول بابدأ اني اكاسترها انا محتاجاها تكون بحجم حباية الشعرية كده بالضغط نضغط عليها كده بالشكل ده بتتكاستر بمنتهز طولة ولكن ما تكونش مفتفتة ما تكونش فتفيت بودرة لأ اكاسترها كده بالراحة زي اطول من الشعرية كده بشوية او ممكن نستخدم المقص زي ما انتوا شايفين كده انا كاسترتها كلها بالشكل ده وبعد كده هزود عليها اربع معالق كبار من السكر البودر والسكر البودر مهم جدا يكون منخول انا نخلته قبلها وبعد كده بزوده علي الكنافة وبقلبهم كويس مع بعض اتأكد بس ان كمية السكر البودرة تدخلت كويس جدا مع الكنافة عشان كلها تكونوا اغضع اللون الموحد اللي هتشوفوه بعد شوية نصد كيلو الكنافة بياخد معايا كباية من الزبدة او كباية من السمنة البلدي انا سيحت السمنة وسبتها على جنب الحد لما تبرد وبعد كده هغلف بيها الكنافة استمنى عندي اوز زبدة لو سخنة هتخلي الكنافة اتعجل معاكم ضروري جدا تكون سايحة وتكون بردة كمان هغلف الكنافة بتاعتي كويس جدا لحد لما تاخد كلها اللون الاصفر اللي انتوا شايفينه ده لازم تكون الكنافة عندي كلها وغدة لون واحد اتشان ما تطلعش معاكم موحدة تطلع كلها وغدة لون واحد اللون الورانج اللي هنشوفو بعد جدا ودلوقتي هحضر استواني بتاعتي استواني اللي هستخدمها لازم ادهنها باستمنى اضغط المطبخ عشان تتغلف كويس من تحت عشان لما يجي اقل بالصونية تتقلب معاها انا مستخدمها صواني الكيك العادية اللي هي مقاسة 20 اللي حابب يستخدم صونية واحدة هتستخدمه صونية واحدة مقاسة 22 او 28 انا حابة مقاسة من نص كيلو على صونيتين صونية هعملها بالقشطة وصونية هعملها سادة بضغط كده على كمية الكنافة كلها بالشكل ده وبعد كده بجيب اي حاجة يكون لها سطح مستوي واضغط على الصونية بتاعتي او ممكن كمان لو في صونية اظهر نحطها جوه الصونية ونضغط كويس جدا وبس كده دي اللي انا هعملها سادة لو هعملها بقى بالحشوة كريمة او قشطة بعمل ليها صور مجناب كده بالكنافة زي ما انتوا شايفين كده وبضغطه كويس جدا لازم اضغط عليه كويس قوي ويكون كده كله متماسك مع بعض وبرضه هجيب سطح كده يكون مفروض او مستوي ممكن نستخدم كوباية نستخدم علبة نستخدم اي حاجة نضغط عليها كده بالشكل ده السطح متساوي زي ما انتوا شايفين والجناب كمان بتاعت الصونية الصونية اللي هنحط فيها الحشوة لازم بحط 3 تربع الكنافة تحت والربع الاخير بزوده على الوش الكمية الاكبر بتكون تحت للحشوة عندي هحتاج كوبايتين من الحليب عليهم علقتين كبار من النشا وتكون بشكل هرمي الاول بقلب النشا مع الحليب على البارد اتأكد ان النشا ده بكويس جدا وبعد كده هزود عليهم القشطة ممكن نستخدم قشطة الحلويات او قشطة اللبن او القشطة اللباني اللي متوفر عندكم اللي حابب بزود النكهة اكتر وتكون اقوى طبعا هنحط قشطة الحلويات اللي هي مثلا زي بوك كده على كوبايتين الحليب هنحتاج نصد كوباية من القشطة ممكن بقى هنا نزود النكهات مية ورد مية زهر فانيليا اي نوع متوفر او اي حاجة انتو بتحبوها ممكن تضفوها على الحشوة انا حطيت على الحشوة عندي باكو من الفانيليا وهقلبهم كويس مع بعض هرفع الحل عندي على نار تكون متوسطة مع استمرار التقليب مش برفع ايدي خالص من التقليب لحد لما اوصل بكوام ناعم ويكون تقيل ما بتاخدش تقريبا خمس دقايق تقليب على النور وبوصل لكوام ناعم وتقيل زي ما انتو شايفين كده هاخد الحشوة عندي وزودها على الكنافة كده وهي سخنة وساوي استطحة بعد كده ممكن نسيبها تبرد شوية هتعمل معي قشرة كده اقدر بعدها افرد باقي كمية الكنافة عندي بمنتهى استطهولة مهم جدا اني اساوي استطحة كويس جدا بعد ما افرد الكنافة زي ما انتو شايفين كده انا بعمل ايه هاكم مسخنة الفرن قبلها بعشر دقايق على درجة حرارة متين الفرن شغال عندي من تحت بس اول ما اصطنية عندي تبدأ تاخد اللون الدهبي من الجناب وهتلاحظوا كده ان هي فصلت من جناب زي ما هتشوفوا كمان شوية بتقعد في الفرن من ربع ساعة لثلت ساعة على حسب حجم الصناية انا عندي الصنايتين بالمقاس ده قعد ربع ساعة بس قبل ما ادخلهم الفرن كان الشرباطة عندي جاهز زي ما انتو شايفين كده استمت الكمية على اثنين عشان انا هسقي صنايتين عندي ودلوقتي استواني طلعت عندي من الفرن زي ما انتو شايفين كده واغد اللون الدهبي متعرفوا منين ان هي تحمرت كويس جدا من تحت هتلاحظوا ان الكنافة عندي بدأت تفصل كده بسيط من الجناب زي ما انتو شايفين كده بس استواني الكنافة عندي وهي سخنة بالشرباط بارد عبدأ قلب اول واحدة معاكم اللي هي استادة شوفوا بتتقلب معاكم بمنتهز طهولة كده نسقي بقى بالشرباط زي ما انتو شايفين كده الصناية ما بيلزقش فيها اي حاجة خالص هسقي بقى دلوقتي الكنافة عندي وهي سخنة بالشرباط التقيل البارد اللي حابب الكنافة تكون قطرة شوية هتزوده كمية المية على السكر الكوبيتين السكر عليهم كوبيتين وربع من المية ودلوقتي هقلب معاكم الصناية اللي محشية بالقشطة وهتشوفوا دلوقتي شوفوا طلعها فوق الممتازة لون وشكل وطعم وكل حاجة اسقيها برضو بالشرباط وعشان نضبط كمية الشرباط على حسب الصناية انا عندي هنا عاملة صنايتين استمت كمية الشرباط على اثنين بالتساوي عشان يطلع العسل بتاعها مظبوط بالضبط لو عملتوا كده هتطلع معاكم مظبوطة بكل الاتجاهات ولو عاملين صناية واحدة طبعا هي كمية الشرباط دي بتكفي نصف كيلو من الكنافة اللي الصناية مقاس من 26 ل28 زي انتهى بشوية مكاسترات كده وبصراحة ما قدرتش استنى عليها لما تبرد برحتها فوق الممتازة يعني رحتها حلوة جدا كانت مغرية جدا بالنسبة لي فقطعتها على طول وهي سخنة وكلتها وهي سخنة من حلوة طعمة في باقي الفيديو هتشوفوا لو حابين تستنوا بقى عليها احسن وتطلع معاكم كده مسلسات على بعضها او كتا على بعضها طبعا هيكون افضل بكتير وعموما يعني هي كل ما قعدت كل ما حلوة طعمها فعلا مش هتبطلوا منها اكل يعني هتبقوا محتاجين حد يقولكوا كفاية اكل منها مش هتبطلوا اكل من حلواتها وده شكلها لما ستتها تبرد تطلع معايا بقى كده خرطة متساوية بالشكل ده ان شاء الله تجربوها وتعجبكم بنفس الطريقة وبنفس الخطوات هتبقوا محترفين جدا في عمال الكنافة وده الكنافة استادة بتبقى كريز بكده من بره وطرية بطيط جدا من جوه ممكن تزاودوا عليها اشطة ممكن تكلوها كده زي ما هي انا حبيتها في كل حالتها انا حبيتها جدا حلوة وطعمها حلو قوي وخفيفة وسكرها بطيط جدا سكرها مش زيادة لما تجربوها هتعجبكم جدا سواء بحشوة الكريمة او استادة اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم ولما تجربوه بألف هانا والشفة ديكم وانا متأكدة بعد الفيديو ده تبقوا محترفين جدا في عمال الكنافة وتطلع مظبوطة جدا معاكم ياريت لما تجربوا تقرير رأيكم في الكومنتات وقعوا وتنسوا بقى لايك وشير للفيديو عشان الكل يستفيد استنوني قريب في فيديو جديد مع وصفة جديدة من وصفاتي من مطبخ فيروز باي باي اشتركوا في القناة